موسيقى يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا يا اهلا وسهلا في الجزء الثاني من هذه الحلقة التقي والمدير الفني الكبير الكابتن طارق يحيا وهو حاليا طبعا يشغل منصب المدير الفني لفريق طلاع الجيش نتحدث معه عن الدوري بشكل عام المنافسة في المقدمة هل من الممكن ان ينافس نادي اخر الاهلي على قمة الدوري العام رغم الفارق الكبير الذي تحقق خلال عشرة اسابيع فقط فيما يتعلق بعدد النقاط ايضا رأيه بشكل عام فيما يتعلق بالمنتخب الوطني واداوه خلال الاونة الاخيرة وكل ما يعني لحضراتكم ان شاء الله في هذا الاتجاه في البداية وكالعادة باقة من اخر الاخبار والمستجدات بنبدأ بسؤال حضراتكم على صفحتكم مساء الانوار على الفيسبوك السؤال بيقول من وجهة نظرك من الاحق؟ بالحصول على جائزة افضل لاعب في افريقيا هل هو محمد صلاح ولا ساديوماني ولا رياض محرز تلاتة طبعا لعيبة كبر جدا جدا تلاتة واخدين بطولات على مستوى عظيم التلاتة لعيبة من طراز فريد سواء محمد صلاح طبعا او ساديوماني طبعا او رياض محرز طبعا وبالتالي اختيار حضرتك هيكون مش بالعاطفة من فضلك ولكن التقييم بموضوعي بموضوعي تمام نهاردة كان فيه مبارتين المباراة الاولى انطلقت ساعة اتنين ونص وكانت بين فريقين نادي مصر ونادي طنطة وانتهت بفوز نادي مصر اتنين واحد والحقيقة نادي مصر مع الكابتن عبد الناصر محمد بيقدي اداء رائع جدا 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 مدير فني بيثبت انه جدير بقيادة فنية لادوري الممتاز لاحد اندية الدوري الممتاز واستطاع ان يقدم عرضا قويا ويفوز اتنين واحد المباراة التانية كانت بين الجونة والانتاج الحربي وهي مباراة فاترة من كل الوجوه لا توجد فيها هجمات حقيقية تنبئ عن اهداف وانتهت بتعادل منطقي بدون اهداف بين الجونة والانتاج الحربي بكده يبقى ترتيب جدول الدوري العام كالآتي الاهلي في المقدمة كالعادة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات المقونون العرب في المركز الثاني 22 نقطة من 10 مباريات ثميات الاتحاد سكندري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات التالت الرابع سموحة 17 نقطة من 10 مباريات بيرامدز الخامس 16 نقطة من 10 مباريات الانتاج الحربي الانتاج الحربي تصوروا انا بدور على الزمالك الانتاج الحربي في المركز السادس 16 نقطة من 11 مباريات ثمياتي الزمالك برصيد 15 نقطة في المركز السابع من 9 مباريات لو فاز في مباراته المؤجلة هيبقى 18 نقطة ويسعد مباشرة الى المركز الرابح هذا هو ترتيب جدول الدول فيما يتعلق بمباريات هذا الاسبوع المتبقية فغدا ان شاء الله الاربعاء هيكون الساعة 2 ونص دهرا اتحاد سكندري والمقونون العرب بعد غد انا اسف اتحاد سكندري والمقونون العرب يوم الاربع الاسماعيلي وامبي الساعة 5 مصر مقصة والنادي الاهلي الساعة 7 ونص يوم الخميس اتنين ونص حرص حدود امام بيرامد الساعة 5 المصري امام سموحة الساعة 7 ونص الزمالك امام اسوان ثم تختتم المباريات يوم الجمعة خلال هذا الاسبوع ودي دجلة وطلاقع الجيش الساعة 7 ونصف مساء نروح بقى على الماتشات اللي اتلعبت النهاردة نبدأ بالمباراة الاولى ونشوف مع بعض مباراة طبعا مصر ونادي طانتا ودي اللعبة الاولى ومحمد اسماعيل او الهدف الاول لب لحارس المرمى تحط حلو قوي 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 داخل الشباك محرزا الهدف الاول نشوفه مرة تانية ادي في دية 18 تمريرة طويلة من الدفاع محمد اسماعيل يحطها لب حلو قوي 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 عشان يتقدم نادي مصر بهدف رائع جدا 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 نروح للهدف التاني وهو من ضرب الجزاء احمد الشيخ المتخصص في الدقيقة 30 نحط هدف باقتدار شديد جدا عشان يتقدم نادي مصر ننصف في الدقيقة 93 عرضية من محمد العشري لأحمد قطاوي يحطها داخل المرمى عشان ينتهي اللقاء 2-1 وثلاثة نقاط غالية جدا 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 لطبعا نادي مصر زي ما بقول لحضراتكم نادي مصر بيقدم كرة جميلة واداء مقنع جدا مش بس في المباراة دي في كل مبارايته وهذا ينبئ عن مدير فني فاهم بيعمل ايه هذه كلمة حق لازم نقولها عن الكابتن طبعا عبد الناصر محمد مباراة تانية الجونة والانتاج الحربي وتلعبت في الجونة الجميلة وارضية رائعة وجماهير جميلة جدا ولكن لا توجد كرة القدم على ارض الملعب على الاطلاق لكن عندنا تلات حالات حالة الاولى هتبقى للجونة هجمة للجونة ودي عموري ودي في الديا 49 كان ممكن جدا تبقى هدف لكن الكرة خرجت منه وطلعت برا وكان دي فرصة في الديا 49 بعد كده عندنا الجونة مرة تانية في الديا 84 يعني شوفه ازاي ما فيش فرص تتكلم على اول مباراة واخر المباراة معنا كده ان المباراة كلها على بعضها فاضية برضو دربة حرة مباشرة من ناحية الشمال العرضية واستقبال من ناحية اليمين وممكن جدا برضو يبقى فيه تسديد جيد لكن نفس الكلام وفي غزارة دفعية الحية موجودة من فريق الانتاج الحربي وخرجت الكرة خارج المر كرة الاخيرة كانت للانتاج الحربي هجمة للانتاج الحربي ومماضه واخد كرة شبه انفراد شبه انفراد ثم يعني وفقه للكابت المختار مختار انه حصل عرقالة بشكل او باخر لكن وقع الامر الحية ان الكرة ذهبت اضراج اريح ونتمنى يعني الماتشات اللي ما فيهاش اهلي او زمالك اهلي او زمالك وجود الفانيلا الحامرة او البيضة لوحده بيعمل نوع من انواع الجاذبية للمشاهدة مباراة الاخرى لازم تورونا كرة حلوة يعني طبعا التحادس كان دارمي بيبقى طرف عنده جاذبية لوحده المصر نفس الوضع الاسماعيل نفس الوضع اللي هلا انديه اللي عندها جماهير انديه لو ما عندهاش جماهير حقيقية زي المباراة اللي بتكلم عليها دي لازم الفرقتين يقدموه لنا كرة لانه بيبقى صعب اون تورو تسعين دي تتفرج على مباراة بدون كرة قدم حقيقية ومش اول مرة هي في مباراة مش عايزة اذكرها بالاسم يعني لم تقدم اي مستوى مغري حتى للمشاهدة طيب نروح لاخبارنا ونبدأ بالنادي الاهل النادي الاهل النهاردة وفقا للتصنيف الصادر من موقع كلوب وورلد رانكينج صعد للمركز صعد قفز سبع مراكز في ترتيب الرانكينج بتاع الاندي على مستوى العالم بيحتل المركز 34 عالميا بدلا من المركز 41 عالميا اللي كان موجود فيه الاسبوع الماضي بكده بيحفظ الاهلي على صدارة قائمة الفرق الافريقية كله في التصنيف متفوقا على ساندونز الجنوب افريقي صحب المركز 54 عالميا في المركز الثالث في تصنيف الانداري الاندي العربية خلفا نادي الهلال والنصر السعودييني في المركز الخمستاشر والسبعة وخمسين كمان النادي الاهلي تفوق على العديد من الفرق العالمية في التصنيف زي منشستان الانجليزي ورومة ولاتسيو الايطاليين وفياريال الاسباني وبروسيا دورتموند الألماني بيرامدز ارتقى للمركز 106 تكلم الاهلي 34 بيرامدز 106 عالميا بدلا من المركز 117 كان الاسبوع اللي فات تراجع الزمالك مركز واحد ليحتل المركز 137 عالميا والتالت على صعيد الاندية المصري الاسماعيلي صعد للمركز 226 عالميا بدلا من مركز 231 المصري للمركز 228 عالميا بدلا من مركز 251 لكن لم يطرق جديد على ترتيب الفرق العشرة الاوال في التصنيف طبعا برشلونة الاسباني في الصدارة في الوصافة ليفر بول الانجليزي فالينسيا الاسباني ثالث فلمنغو البرازيلي رابع منشستر سيتي الانجليزي خامس ريفر بلات الارجنتيني سادس ريال مادريد الاسباني سابع تشيلسي الانجليزي تامن بوكا جونيور الارجنتيني تاسع ثم منتيري المكسيكي في المركز العش بما ان انا ذكرت منتيري المكسيكي فعندي الحقيقة خبر يعني الواحد الحياة لما اراه وشاف صورة المدير الفني لفريق منتيري المكسيكي كلنا فاكرين بقى منتيري المكسيكي اللي كان موجود طبعا في كاس العالم للاندية وقدم اداء راقي جدا جدا الحقيقة في هذه البطولة المدير الفني بتاع فريق منتيري المكسيكي ابنه كان بيشجع فريق منتيري جدا 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 وابوه وعده انه هو لما هيبطى الكورة هيبقى هو المدير الفني بتاع هذا الفريق اللي هو الفريق طبعا منتيري المكسيكي لو عندنا الصورة لازم نحطها لان الصورة مرتبطة بالكلام بنجهزها طيب الاب تحقق بطولة الدوري العام هذا الموسم لكن ابنه اللي كان محب لهذا الفريق واللي تمنى ان ابوه يبقى مدير فني لهذا الفريق وياخد به بطولة الدوري تحقق الامل هذا الموسم ولكن الابن كان رحل في 2006 النهاردة محطوط صورة للاب مدير الفني لفريق منتيري المكسيكي حاجة يعني الحقيقة تقطع القلب كنتش حابة بقول الخبر ده في بداية اللي حالة لكن لما لقيت قدامي منتيري ادي ادي انتونيو محمد اللي وعد ابنه بعد اعتزاله لعب الكورة هيرجع ويدرب فريق ابنه المفضل لانه ابنه كان بيلعب في هذا الفريق حصل معه على الدوري لكن ابنه توفى في حاد السيارة في عام 2006 وبالامس تحديداً حصل انتونيو محمد على الدوري مع فريق ابنه المفضل اللي هو منتيري هذه الصورة للاب هو بيكلم عن ابنه امبارح وهو قاعد على الدكة وبيتذكر لحظات عاشها مع ابنه ورحل عنه من 13 سنة لكن يبقى طبعاً الحزن عميق في القلب لانه قدنا طيب نسيب هذا الخبر المحزن يعني لنلقطة صعبة قوي بتاعة الاب الحيو هو بيبكي بحرارة بعد 13 سنة لكن هو تذكره بحرارة وبعمق لما حقق له امنيته انه ياخد الدوري مع هذا الفريق نروح بقى للنادي الاهلي ومدنة مع النادي الاهلي ومران الفريق النهاردة طبعاً كان فيه كان فيه ايه طيب كان فيه مجلس الدوري النادي الاهلي لسه خلصان حالاً دلوقتي وربما بعد قليل نقول لكم اهم القرارات اللي اتخاذها مجلس الدوري النادي الاهلي نهاردة انتظم عمار حمدي في تدريبات النادي الاهلي الجماعية بعد تعرضه لاصابة بالتواقف الكاحل امبارح شريف اكرامي غاب عن المران الجماعي بداعي الاصابة حسين الشحات جناح النادي الاهلي ادى تدريبات استشفائية وتأهيل بشكل منفرد في صالة الجم وده برنامج تحطله من الجهاز الفني جونيور اجاي مهاجم الفريق ادى تدريبات بدنية وتأهيلية على هامش المران الجماعي بالجري حول الملعب قبل تأدية جلس التأهيل وتدريب منفرد ايضاً في صالة الجم اجاي بيعاني من اجهات في العضلة الخلفية تعرض لها اثناء مباراة الاهلي مع بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة التالتة في مجموعات طبعاً دوري ابطال افريق شهدت تدريبات الاهلي الجماعية النهاردة مشاركة لاعب ناشئ اسمه محمد عبد المنعم ده مدافع فريق الشباب وتم تصعيده لانه يعني زي ما احنا عارفين ان الاهلي بيعاني من بعض الاصابات المؤثرة خاصة في منطقة قلب الدفاع عبد المنعم النهاردة خاد تدريبات استشفائية لانه كان بيشارك في لقاء القمة ضد زمالك في مواجهة شباب 1999 كلنا عارفين طبعاً الاهلي بيستعد بقوة للقاء الاربع امام طبعاً مصر للمقاس وربما هذه المباراة تشهد الظهور الاول لكهرباء لانه كهرباء رسمياً سيقيد صباح الاربعة مع النادي الاهلي وبالتالي سبعة ونص بالليل اذا قرر فيلر مشاركته سيشارك طبعاً عارفين انه القيد الشتوي اعتباراً من واحد يناير وينتهي يوم واحد وثلاثين يناير بعد موافقة فيلر الاهلي بيحدد موعد مبدئي لمواجهة الهلال في اعتزال طارق التايب يوم 13 يناير الحالي كابتن ساد عبد حفيز وفقاً للكلام انه عقد اجتماع مع فيلر المدير الفني لمناقشة المشاركة في مهرجان اعتزال النجم الليبي الكبير طارق التايب اوضح ان المدير الفني وافق على المشاركة في المباراة على الرغم من الضغط المتتالي للمباريات على الصعيدين طبعاً المحل والقار لسياماً المباراة هتقام في المملكة العربية السعودية الشقيق طبعاً وتقديناً للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة اللي هيرعى المهرجان وفي اطار علاقات الوطيضة اللي بتربط بين الاهل وكل اشقاءهم لاندية العربية ونجمها على مدى الاجيال وفي مقدمتهم طبعاً هذا النجم الكبير طارق التايد اضاف كمان عبد الحفيز انه تم بحث الامر من كل جوانبه ووفق الارتباطات الفريق المحلي والافريقي الموعد المقترح 13 ناير ده امتى بقى اذا ما تم حسم الامر بخصوص السفر الى زمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجورة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا عشان مشكلة الترانزيت وما الترانزيت والكلام ده كل بحيث ان تنقل الطائرة الخاصة بعثة الاهل من القاهرة الى زمبابوي ثم تطير عقب مباراة بلاتينيوم مباشرة الى المملكة العربية السعودية يوم 12 يناير عشان يلعبوا مع الهلال السعودي يوم 13 يناير ثم يعودوا مباشرة الى القاهرة لاداء مباراة طنطا في الدوري المقرر لها 15 يناير وطبعا ده لانها مباراة اعتزال ومسموح فيها طبعا بتغييرات ومشاركات وحكايات وروايات فممكن جدا الاهلي عنده كل فرقته نجوم وبالتالي من سيشارك من النجوم الاساسين سيشارك ومن سيشارك من النجوم اللي ما بيشاركوش كتير مع الاهلي ايضا سيشارك عندنا برضو نفس الوضع مع الزمالك الزمالك طبعا عندنا الزمالك عنده برضو كسر طباط كده ورواي بعد هقولكو عليه لما خش على الزمالك لانه برضو عنده لما اجا اتكلم على مباراة السوبر هيبع عنده حاجة لطيفة جدا انه هيلعب مع النادي الاهلي مرتين ورواي بعد هقولها بعد شوية يعني فدي حاجة يعني من حاجات المفارقات الحقيقة اللطيفة جدا ده فيما يتعلق بمباراة اعتزال طارق التاء فيما يتعلق بقى بتساعد السمير طبعا من الجميل الحقيقة يعني والواحد تمنى لك والله يا سعد ان شاء الله تقوم بألف سلامة من القطع في وطر أكيلس اللي أصابك ده بيبحثوا دلوقتي عن من الخبير الألماني اللي هيعمل هذه الجراح لانه مهمة قوي قوي جراحة دي تتعامل بتقنية عالية جدا وطر أكيلس من الإصابات اللي محتاجة تقنية عالية جدا 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 في إجراءها الحقيقة يعني وبالتالي ما تعرفش بقى المدة اللي هيغيب فيها لكن أنا بقول لكم بوضوح شديد جدا أنه النهاردة سعد سمير خارج النادي الأهلي طوال هذا الموسم يعني هذا الموسم خلاص سعد سمير لن يشارك في أي مباراة محلية ولا إفريقية لكن بمشيات رحمن بعد ما يتعافى من الإصابة والتهايول الكلام ده كله يبقى جاهز للموسم القادم وسعد لسه صغير عنده تلاتين سنة وبالمناسبة أيمن أشرف هيغيب يوم الأربع أمام مصر للمقص وبالتالي ما فيش إلا رامي ربيعة ويتبقى ياسر إبراهيم اللي هو قلب دفاع أصلي هل فيلر هيلعب بياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة ولا هيدخل أحمد فتحي أو محمد هاني لو دخل أحمد فتحي أو محمد هاني يبقى من الباب الثاني هيخرج ياسر إبراهيم خارج النادي الأهلي ده مؤكد ده مؤكد ولو الأهلي ما خرجوش ياسر لازم هو يخرج من تلقاء نفسه لأن المسألة كده تعتبر أن فيلر لا يضع ياسر إبراهيم في حساباته على الإطلاق وعملها قبل كده فأتصور يوم الأربع لو اللي لعب جنب رامي ربيعة أي من أحمد فتحي أو محمد هاني إذن ياسر إبراهيم خارج الحسابات تماما وده مش عيب وياسر إبراهيم لعب هايل ربما فيلر مش شايفه في هذا المركز وياخد فرصة خلي بالك ده الدفع فيه 30 مليون جنيه من المهندس فرج عامل في سموح يعني الدفع فيه رقم كبير جدا جدا لكن هي قناعات مدير فني فإذا أنا بقول كده وجيت نظري إذا ملعبش يوم الأربع لأنه ياسر مفترض أنه جاهز خلاص وبيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي جدا إذا ملعبش يبقى خلاص بقى سوري يعني باختصار شديد جدا يعني ده فيما يتعلق بالنادي الأهل قبل ما نروح لنادي الزمالك وأخباره عندنا طبعا بروفا لتطبيق الفار مع صديقنا العزيز ورئيس منطقة الإسكندرية الأستاذ عامر حسين الحمد لله سكة طبعا كبيرة ومن المحمد بيم سلحي ودائما تم تكليفي في المغارات بطلات العربية والأفريقية شارك فيها أي بطلات خارجية ندر التحاب يشارك فيها عنده سكة فيها فبالنظم الأمور وطبعا هو بيقدم كل الحاجات اللي احنا بمطلوبها وكل المساعدات وانتعرف الحج محمد يعني راجل جميل جدا زي ما بيساعد الناس كلها لازم نساعد ونقف معه والحمد لله نادر التحاد سنتين مشرفنا في البطولة العربية نحن عارفين أن نستاذج جيش ورق العرب ولازم نحن نشكرهم في أي وقت الحياة ونفتكرهم بالخير لأن من 2010 من أول ما بسكت لجنة المصرفيات الحياة كنا بنحمل علوم كتير جدا كان كل ما يجي صلاحوا الملعب الحقيقة احنا اللي بنضغط علشان عندنا وكال مبارات مهمة عشان الامور تمشي كانت ملعقة كتير مقفولة وقتها فبالنظم نشكرهم وان شاء الله نطمن الناس كلها إن الإصلاحات هناك شغالة قدامها حوالي شهرين هيبقى اللي ستالح يرجع زي ما هو كان يعني إمكانات أعلى في حاجات أعلى والمكان للإمكانات الفار هتبقى موجودة فهيبقى برضو استاذ على أعلى مستوى فطبعا الغرب كان لإستاذ جيش برج عرب لو موجود أكيد الأمن كان وافئ حالة 30 و40 ألف وكان أكيد كان حيتمالى 30 و40 ألف جنيه كان لإستاذ حيبقى مليان إنما استاذ إسكندرية كلنا عارفين إن الساعة بتاعته 12 ألف طبعا هي تجربة الحقيقة جات في وقتها لأن مصر كلها مهتمة بالتصور للور الجديد اللي سيطبق إن شاء الله في مصر في بالتالي النهاردة جايبين يمكن أن الحكام لجنة الحكام الرسية مشكورة مبعث الكابتن وجيه أحمد مع مجموعة كبيرة من الحكام اللي عندهم خبرة في الموضوع دوت هيتعمل بروفر دلوقتي على الموضوع دوت جايبين ناشئين من نادي للتحاد عشان يعملوا حاجة تجربة لمدة 40 ديئة ويمكن دي برضو نحب برضو نقول إن الحمد لله إحنا مبرح علاننا إلغاء كل التدريبات على أستاذ إسكندرية لأن مرة تسموحة وجونا كان الأمطار موقفتش بلها من يوم الثلاثة اللي فات كان الأرض طبعا كان صعب فيها المية وقفة فبالتالي إن إحنا لأنديه كلها مشكورة إن الحقيقة محدش أعترض لما خدنا قرار بإلغاء كل التدريبات نروح لأخبار نادي أزة مالك وفقا للخبر الأدامي إنه الاتحاد الدولي أرسل الاتحاد المصري للكرة قدم خطاب بيستفسر فيه عن موقف حمدي النقاز وشكواء اللي تقدم بها طبعا إلى الاتحاد الدولي ومن ثم اتحاد الكرة بيبعث على طول هذه الشكوى إلى نادي أزة مالك اللي تلقى هذه الشكوى طبعا شكوى حمدي النقاز إنه هو بيقول ما أخدش مستحقاته وإنه هو بيطالب بفسخ تعقده مع نادي أزة مالك والحصول على مستحقاته على الجانب الآخر نادي أزة مالك أعد مذكرة كاملة بكل المستندات الخاصة بهذا الموضوع وإنه عقد حمدي النقاز كان بياخد مستحقاته على أربع دفعات وإنه حصل على خمسين في المية من مجموع مستحقاته وفقا للعقد المبرم معاه وإنه هم بيستعدوا لتوكيل محامي أو تكليف محامي بأن يأخذ هذا الرد ويذهب بها الاتحاد الدولي ويقدمه ويدافع عن حقوق نادي أزة مالك في كل الأحوال طبعا يعني الكلام هيبقى في النهاية من جانب طبعا من جانب الاتحاد الدولي يعني خلال 22 شهر قضاها النقاز مع الزمالك ظهر في 68 مباراة صنع خلالها 8 أهداف وسجل هدف في الدولي المصري وشارك في 36 مباراة صنع خلالها 6 أهداف في كاس مصر حصد لقبه مرتين شارك في 7 مباراة صنع خلالها هدفين على الصعيد الإفريقي لعب 20 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف لكن توج بلقبه الثالث مع الزمالك لما حصد كاس الكونفيدرالي كمان حمد النقاز شارك في كاس السوبر مصري مرة واحدة ودافع عن القميص الأبيض في 4 مباراة بالبطولة العربية سجل النقاز هاتف الوحيد مع الزمالك أمام الهلال السعودي في مباراة السوبر المصري السعودي وهو اللقب الرابع لللاعب التونسي مع الفريق يعني مشوار جيد الحقيقة مع الفريق حمد النقاز كنا نتمنى والله وممكن أكون أنا ساعت من جانبي لكن يعني لم يحدث نصيب إنه إحنا كنا نلم الأمور وكان ممكن جدا تتلم والله كان ممكن جدا تتلم لكن قدر الله وما شاء فعل ومن ثم خلاص حمد النقاز أصبح موقفه صعب أن يعود مرة تانية بتهالي كده يعني وفي نفس الوقت سا يعني يدلو الاتحاد الدولي بدلوه في هذا الأمر عقب تقديم مستندات نادي الزمالك الزمالك بيعلن أن الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة النادي طبعا بنبارك لنادي زمالك بنبارك للمستشار مرتضى منصور ولمجلس إدارته بالكامل على انطلاق قناة نادي زمالك حلم زمالكاوي كبير يعني يظلوا يحلموا به فترة ليست بالقصيرة الحقيقة النادي الأهل انطلقت قناته منذ سنوات وقدمت مردودا طيبا جدا لدى الجماهير قناة نادي الزمالك بمشيات الرحمن ننتظر منها أن تكون أيضا على أعلى مستوى بمشيات الرحمن وتحقق طموحات جماهير الرياضة بشكل عام في مصر وطبعا جماهير نادي الزمالك بشكل خاص من اليوم مبروك لنادي الزمالك انطلاق قناته الجديدة بمشيات الرحمن خلال الأيام القليلة القادمة طيب نروح بعد كده لاتحاد الكورة اتحاد الكورة المصري طبعا كلام بيتقال كتير قبل ما نروح لاتحاد الكورة لان انا اتكلمت في موضوع عبدالله سعيد اكثر من مرة الحقيقة اتكلمت مصادر في نادي بيراميدز اكدولي ان عبدالله مستمرنا معاهم سنتين ونص وعلمنا من مصادرنا داخل نادي الزمالك ايضا الفنية والادارية مصادر فنية ومصادر ادارية ان هناك اهتمام بعبدالله سعيد بصراحة برطول لازم اقولها يعني لازم ادي له حق يعني ومن ثم الله اعلم ايه اللي هيحصل طبعا انا قلت ان بيراميدز هيدوله 15 مليون جنيه في الموسم عبدالله في حالة استجابته لنادي الزمالك هيبقى عايز نفس الرقم الكلام اللي طالع من الجوانب الادارية من كواليس نادي الزمالك انهم عايزين ادوله 12 وعلى دفعاه كلام اللي طالع من عند عبدالله من الناس اللي تابعوا انه هو اذا راح الزمالك عايز فلوسه كشف الاول كلام كتير كلام كلام واحنا الوسط الرياضي بتاعنا ده مليان كلام مليان كلام ايه اللي هيحصل العلم عند الله لكن من المؤكد من المؤكد ان نادي الزمالك فنيا واداريا عشان يكون صريح ودي له حقه مهتم بعبدالله السعيد بوضوح ورئيس النادي شخصيا قال على عبدالله السعيد انه افضل لاعب في مصر وهو طبع بس خلي بالك ان عبدالله لاعب في الكونفدرالية مع بيرامز ومن ثم لن يستفيد منه نادي الزمالك افريقين عشان برضو كلامي بقى وعده هل هل نادي الزمالك بيلاعب بالرغم انه عبدالله خلاص ما بقاش على حساب النادي الاهلي ولا على زمة النادي الاهلي ولا على سمعة النادي الاهلي في الاحتفاظ بنجوم ويعني لانا كنت عايز اقول هل بيلاعب النادي الاهلي بكارت عبدالله ما هو قريدي عبدالله خلاص برا النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه رفض أن يعود إليه عبدالله مرة تانية وقال لك اللي بعنا خسر دلعنا تمام فربما يكون هذا هو الأمر والحكاية كلها من أولها لأخيرها فانكوش ده وارد جد جد ولنا يعني الناس اللي أنا كلمتهم في ميراملز ناس تقيلة قالوا أنه هما اتفقوا خلاص مع عبدالله عال سنتين ونصف خمسناش مليون والموضوع انتهى يعني الآية من قليلة القادمة هتكشف لنا الموقف بكامير طيب نروح بقى لاتحاد الكوح طبعا الكلام أنه بشكل شبه نهائي خلاص السوبر المصري يوم 23 فبراير في الإمارات لم يتحدد الملعب هيلعبوا فين لكن هو في الإمارات يوم 23 فبراير خلي بالكو بقى أنه السوبر ده اللي هيتلعب ده ده بتاع الموسم ده اللي كان المفروض يتلعب قبل بداية الموسم السوبر القريب اللي خلص ده اللي الأهلي أخده ده ده بتاع السنة اللي فاتت ما كانش يتلعب لأنه السوبر ده تجاري يعني بيتحقق منه إعلاناته بتاعه حكاياته وروايات والحالة ما بيتلعب في الإمارات بيقدم مردود روعة 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 كان ليه حظ أن أنا علقت على سوبرات كتير قوي لكن السوبر نقدر نعرضه وعندنا رايتس له السوبر اللي هتشوفه دلوقتي يتب الشمال وراح في اليمين عرضية ومرسي يا راجل وخطيرة وخطيرة وحب والهدف حب والهدف يا سلام عليك يا عمر يا جابر حلوة 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 الله عليك يا ابني الله عليك يا عمر يا جابر روعة 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 من ناحية اليمين عبدالله السعيد عمال يطلع من بقه وياخد من مناخيره عايز يخلص من الكرة الشناوي وعبدالله السعيد عبدالله السعيد بيقرأ عدية ياسين عايز يخش ويحط ويخلص عبدالله السعيد وهبوه يعاني عليك يعاني عليك يا جميل يعاني عليك يا جميل المحية حلوة 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 أعصاب من حديد حطها وقال له لمؤاخزة يا شناوي مش هتطلع كاسبان الشوت الأول أبدا عبدالله السعيد هو هو هل هي فكرة زكية هنشوف عبدالله السعيد هل نفس زاوية هل هيغير الزاوية خد نفسك من مراخيرك وطلع من بؤك وارحم بقلبك وهبوه يعاني عليك يخرب عليك يا راجل ده أنت أعصابك ميتة يا ابني ده أنت واخد حقنة بنجو ولا مورفين حلوة 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 عبدالله السعيد بعدما حطوا حقنة في العضل اليمين بصالوا الحقنة في العضل الشمال لكن الاتنين كانوا على شمال الحارس النادي الأهلي ينتفض في الدقيقة 53 ولمسة مؤمن زكريا مؤمن يحطها في الشمال خطيرة 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 وهبوه والهدف يا الهرابيان يا الهرابيان يا مؤمن يا زكريا يا الهرابيان يا مؤمن يا زكريا الزاوية بتقوله مش كنا على الحلوة والمرأ متعهدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين حلوة يا مؤمن يا زكريا تلاتة واحد تلاتة واحد انتفض المارض الأحمر والديقة 68 تلاتة واحد مؤمن زكريا بدربة رأس روعة الروعة ايه الليلة دي والدنيا تتغير لكن سبحان الله طويلة خطيرة 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 اوه والهدف بقول لحضراتكم لسه بادري بقول لحضراتكم لسه بادري حلوة 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 من كهربا غمزها بوش رجل خارجي روعة الروعة يا كهربا روعة الروعة يا كهربا نقلة جميلة 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 بوش رجل حطها عمر جابر حلوة قوي يا سلام يا جابر جميلة جميلة وكهربا بوش رجل الخارجي روعة 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 كهربا ذكريات طبعا جميلة جدا جدا والحقيقة طبعا عايز اقول انه اجمل تنظيم هتجده في الامارات اجمل تنظيم والمشجعين هناك طبعا يعني عايز اقول تسعين في المية مش اقول تسعين في المية تسعين في المية من الحضور طبعا من المصريين اهلوية وزمان كوبيب ومنضابطين جدا جدا لسوسة ولا نموسة ولا هتلاقي بقى واحد طالع مش عارف بيفطة مش عارف ايه ولا هتلاقي هتاف مش عارف ايه يا كابتن ايه وما فيش كلام ده الاحترام على فكرة هم هم يعني هم اللي هناك هم اللي هنا اتصور حد من ربطه هنا هيسافر هناك هيبقى داخل في اطار النظام والاحترام ليه لان هناك القانون زي السيف زي السيف لما جينا انطبق القانون هنا زعله واسابوا المدرج وطلعوا وقعدوا يهتفوا ضد النادي ورئيس النادي والحكاية والرواية الله ما انت يعني ما انت ما بتروح هناك بتمشي زي الساعة وانت انت هو هنا انت انت هو هناك نفس الجثة هي 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 وخلي بالك بقى هناك ده عاملك سيستم انا شفت التذكرة اللي هناك التذكرة هناك في ظهرها بيكتب لك كل التعليمات من ضمن التعليمات اللي انت ما تقرأها هنا هيقولك هيكده هيعمله هنا كده يعني لكن هناك يا رهب منتقل احترام من ضمن التعليمات مثلا يقولك ايه يقولك ما تقفش في الممرات اللي ما بين الصفوف المدرجات يعني مثلا ايه في باكيا يمين كده كراسيو بتاعه في باكيا شما في مدرج كده ان تطلع برجليك عشان تخش يمين او شما ممنوع تقف فيه ليه لانا حك لو قفت فيه ممكن واحد من اللي عايز يبص انت تحجي بالرؤية قالك لو قفت فيه بتحرم الدخول المبرات مش عارف عشر كده يعني ممنوع تطلع البوفيه الا في الاستراحة ممنوع كل حاجة مخلفتها مكتوب عقابها فما فيش هزار فيه احترام فيه احترام لكن احنا هنا بمجرد ما احنا بس حطينا كم واحد امن كده اتنطوره في المدرج بس عشان يبقى الدنيا شكلها لطيف يعني قالك لا 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 ده المدرج بتاع الجمهور اتفضل برق ايه يا ابني فيه ايه انت وهو فيه ايه عايزين المدرجات تتملي بيكوا تاني عايزين نشوفكم نورين المدرجات مش هينفع ولا يحصل ده الا بالنظام والنظام لن يقر الا بتطبيق القانون هناك عشان القانون زي ما قلت في البداية زي السيف الكل ملتزم احنا عايزين برضو هنا القانون زي السيف ويمشي على الوزير والغفير زي ما قلت انبار وهو حقيقة بيمشي على الوزير والغفير شوفنا وزراء هنا في مصر بيتحبسه رقابة ادارية ورشوة وحكاية ورا خلاص القانون ماشي على الجميع مش هيمشي على المشجع يعني هذا هو الامر يعني طيب عايز اقولكو حاجة سريعة قبل ما اطلع فاصل ان الزمالك بقى عنده في فبراير ثلاث مباراة في منتهى الاهامية عنده الاول السوبر الافريقي امام الترجي التونسي اللي هتلعب في الدوحة والزمالك مليون المية هيروح ويلعب ده هيبقى يوم كان بقى ده يوم 14 فبراير وبعدين يلتقي مع النادي الاهلي يوم 19 فبراير في نهاية الدور الاول في الدور العام يبقى يوم 14 هيلعب السوبر الافريقي امام الترجي يوم 19 هنا هيلعب قدام النادي الاهلي في الدور العام يوم 23 هيلعب قدام الأهل مرة تانية في السوبر المصري في الإمارات طبعا السوبر المصري أنه الأهل بطل الدوري والزمالك بطل الكاس عنده ثلاث ماتشات في منتهى الآمية في عشر تيام نادي الزمالك خلال شهر فبراير القادم بمشيات الرحمن مع مجموعة من الأخبار الأخرى ولكن بعد الفاصل وسعدنا أن يكون معنا صاحب السموة الملكي الأمير الدكتور تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود عضو الاتحاد الدولي للجيد كوندو ورئيس الاتحاد العربي للجيد كوندو أهلا بحضرتك في مصر ونورت مدينة المحلة ستلوزية أهلا وسهلا فيكم ونحن نمسي على الأستاذ مدحد شلبي وبالنسبة للاتحاد العربي تعيانة السنة التي فاتت رئيس الاتحاد العربي للجيد كوندو وهي لعبة طبعا منتشرة الآن عالميا والتي أسسها البطل المث الكبير بروسلي أسسها عام 1969 الميلادية وأحنا الآن نأمل طبعا أن الانتشارها في الوطن العربي وبدينا في جمهورية مصر لأن جمهورية مصر طبعا أكبر دولة عربية فيهمنا كثير أنها تنتشر في مصر أولا بعدين تنتشر في جميع الحال الوطن العربي لا والله لسه ما انتشرت يعني لأنه طبعا سابقها الكاراتي والكونكفو والتيكواندو طبعا سابقينها بعشرات السنين في الانتشار لكن هي قديمة أيضا يعني ما فيها الكاراتي بس اللي قبلها لأنها انتشرت وتأسست عام 1969 الميلاد في الطريق أن تكون أولومبيا نحن الآن في الدعاية لها علشان ننشرها في البداية وتصير أولومبيا يعني بعدين يعني ممكن بعد عشر سنوات أو عشر سنة الله يعطينا وياك العمر إن شاء الله والله يوجه الرسالة وقول المصريين أحبابنا وإحنا وياهم شي واحد من زمان وإن شاء الله يعني استمر مسيرة الخير والتنمية وتطور على يد الرئيس الكبير اللي يحفظه عبد الفتاح السيسي الأمير توركي هو يعني تجمعنا بصداقة بعيد عن النادي وإحنا طبعا يعني كنا عايزين نتواصل من فترة وبنتكلم في موضوع الرياضة التي تبناها التي تبناها سمو الأمير وإحنا كنادي صيد المحلة طبعا ندي صيد المحلة يمكن هو صغير في الحجم ولكن في الرياضات هو يعني رائد في معظم الرياضات هذه الرياضة إحنا عندنا أبطال في أفريقيا وفي مصر من نادي الصيد في العاب الكونغوفو والتايكوندو والكاراتيه وهذه الرياضة هي قريبة جدا من هذه الألعاب فلما طبعا تكلمت مع سمو الأمير وعرفنا الرياضة إزاي فقلنا يبقى نادي الصيد المحلة هو أول نادي في وسط الدلتة يتبنى ويرعى هذه الرياضة طبعا سمو الأمير طبعا لما لقى أننا متحمسين للرياضة صمن ودكر منه الحقيقة يعني أنه يجي نادي الصيد المحلة إحنا طبعا بنرحب به في وطنه التاني مصر وبنرحب به في المحلة وإن شاء الله يكون فيه بنا تعاون أكبر هل يكون فيه تعاون أيضا أو استثمار من خلال وجود سيادة الوزير في كرة القدم خاصة أن أنتم السنة لفاتة كنتوا على شفل صعود للدور الممتاز به؟ والله طبعا احنا بنرحب بأي تعاون خصوصه مع سمو الأمير ولكن دي حاجات سابقة لوقتها احنا لسه هنوعد ونتباحث ونشوف برضو ايه المنافع المتبادلة بيننا وبين الرياضة بتاعة سمو الأمير والنادي الصيد ولكن برضو هو مش الأساس أن احنا جايبين سمو الأمير أنه يدعم لنا حاجة يعني احنا فيه صداقة ما بيننا فهنا طبعا نراحب الرجل في وسط أهله وصحابه وهو لو عنده الفكر أنه هو الساسمر احنا طبعا نراحب به طبعا يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار تم الاتفاق مع كابتن أحمد مرعي لتولي المدير الفني لمنتخب مصر بنحييه وبنراحب به ونتمنى له وكل التوفيق هو هو الجهاز المعاون الكابتن وسام جابر المدرب العام لمنتخب مصر الكابتن محمد سولي المدرب منتخب مصر المدير الإداري للمنتخبات القومية والمنتخب الأول العقيد واللطفي بيساعده في الإداريات كابتن محمد ربيع والكابتن سامح صلاح اثنين إداريين ومعاهم الطبيب الدكتور أحمد يحيى ومخطط أحمال الدكتور معتز مغازي عندنا توجه أن يكون الشغل أو الاختيار هو الجهاز فني مصري وطني طبعا اتطرحت أسامي وتم نقاش أسامي كتيرة موجودة من المدربين المصريين المتميزين لكن يمكن حدت خبرة كابتن أحمد مرعي وشغله معنا قبل كده نتائجه طبعا المميزة مع نادي الاتحاد السكنداري كانت من أسباب اختيار يعني إن المجلس إدارة الاتحاد فضل إن اللي استعانى بكابتن أحمد مرعي زي ما بقول لكم كان يشتغل معنا قبل كده فمش غريب عنا المنتخب ومش غريب على أفريقيا عندنا تصفيات مهمة جدا اللي هي بشهر فبراير في وسط الدوري وإحنا لسا للأسف عارفين عنها من حوالي أسبوعين يعني فيه شوية لغبطة في الاتحاد الأفريقي عرفنا عنها متأخر جدا بس إحنا كنا عاملين حسابنا في فترة توقف دوري لو حصل التصفيات دي أو الويندو ده جيه في فبراير إحنا حنوقف الدوري الجهاز الفني حيتم الإعلان عنه اتصنب بعض الاتحادات الأوروبية للتجهيز معسكر أعداد خارجي إن المنتخب يسافر يلعب 3-4 متشاط دولية قوية إحنا كجهاز مصري يمكنه إحنا أصلا شغلين مع أنديتنا في الدور المصري اختيارنا طبعا فيه معيار اللي هو معيار السن مع وضع استراتيجية معينة للشغل الفني كل ده يعني العناصر ده هي اللي بتخلينا نقدر نختار عناصر معينة الاختيار مش بيتم يعني تنصيق مع الجهاز مش بيتم ابن جمية بس بيتم بها العيبين قدرين على تنفيذ استراتيجيات معينة بالنسبة للعب الدولي والأفريق اللي إحنا داخلين عليه من واقع الدوري يعني يعني إحنا ممكن هنختار العيبة يكونوا أداءهم في الدوري يكون كويس يكون لعب جاهز بدنياً جاهز زيزة يعني لو فيه عشان أوضح بس اللي أنا بقوله يعني لو فيه لعب عنده خبرة كبيرة لكن هو مش جاهز بدنياً في الدوري في التجمع اللي جاي ده مش هيبقى موجود يعني ده بالنسبة الخطوة اللي جاية اللي هتبدأ في فبراير إن شاء الله دي المعايير اللي إحنا يعني شغالين عليها حالياً دلوقتي يعني يا مساء الأنوار النهاردة الدكتور جمال محمد علي عضو طبعاً لجنة موقعة لإدارة اتحاد الكورة صرح وأكد لأنه طلعت إشعاعات أنه هناك استفسار قد أرسل من اتحاد الكورة بشأن تعديل موضوع الاستبدال والكلام ده كله وأكد أنه مش كلام ده إطلاقاً وأن المسابقة بدأت بلواح ستطبق هذه اللواح حتى نهاية المسابقة بما يعني أنه لا تعديل إطلاقاً فيما يتعلق بلواح الاستبدال كما هي كمان أكد أنه كلام طلع أنه هم بعتوا عشان يعدلوا بند في لائحة اتحاد الكورة تتيح لأعضاء اللجنة الموقعة بأنهم يترشحوا مرة ثانية أكد أنه لا صحة لهذه الأخبار إطلاقاً وأنه الخمسة المعينين ليس لديهم نية على الإطلاق ولن يترشحوا لمجلس الإدارة القادمة حياة كلهم شخصات محترمة جداً وأي واحد فيهم جدير بالتواجد في مجلس إدارة جديد وكنت أنا أتمنى ده بمنطقة الصراحة لأنه أثبتوا أنهم رجال ليس لديهم أي مطامع في أي اتجاه وبيعملوا لوجه الله ولمصلحة الكورة المصرية هناك جل من لا يخطئ ده أكيد لكن في النهاية القوام هو المصلحة العامة وليست المصالح الشخصية كما يربو إليها البعض وكما تعلمونا طبعاً جميعاً اتحاد الكورة النهاردة احتسب نتيجة مباراة بين الأهلي وسموحة للشباب موليد 1999 الأهلي كان كسب لكن احتسبوها لصالح سموحة لأنه الأهلي أشرك لاعب كان واخذ الإنظار التالت ومن ثم يعتبر موقوف وبالتالي اعتبر هذا الوضع طبعاً فيه مخلفة ومن ثم اعتبرت المباراة سكوارفات زي ما بسموها واعتسب سموحة فإذا بهذه المباراة يمكن دي لقطة جبنها مبارح لشباب الأهلي والشباب الزمالك اللي انتهى بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف لكن اللي بتكلم عليه طبعاً هو اللاعب عادل أحمد زينهم ده كان أخذ ثلاث بطاقات صفرة أمام المصر وإمبي وحرص حدود وبالتالي مفترض غيابه أمام سموحة وأنا من هنا يعني بأناشد الكابتن الكبير فتح مبروك وهو رئيس هذا القطاع يحاسب الإداري يعني ماذا لو أنه هذه المباراة فاصلة في بطولة أو هذا طبعاً قالي فارق بكتير قوي في هذه المسابقة برضو يعني لكن ماذا لو وبالتالي الإداري لا يعني أنا شخصياً لو مسؤولنا هذا القطاع بيحب شعط عيش حد لكن هذا خطأ من أقطاع الجسيمة الجسيمة اللي يعني الحساب فيها واجب بقصوة لأنه العمل لابد أن يحترم النهاردة لجنة الانضباط والأخلاق طلعت مجموعة من القرارات منها إقافات والكلام ده يعني بشكل سريع كده الاكتفاء بوقف الكابتن مريم حسن مدير الكورة في نادي سموحة ثلاث مباراة بس وتأييد الغرامة زي ما هي كان فيه برضو إقافات والكلام ده كله أسماء يعني مش هيهموكوا أوي لكن كابتن طارق العشري إقاف كابتن طارق العشري مدير بحرص حدود ثلاث مباريات وغرامة خمسين ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه أمام أم بي وفقه لتقرير مراقب المباراة وبعدين إقافات لعيبة والكلام ده لطيف قوي أنه في القرارات قرروا أنه هما يوقفوا العقوبة التي وقعت على المهندس فرج عامر رئيس مجلسة صدرات نادي سموحة من منطلق الاعتذار هو الهولنة هنا على الهوى في مساء الأنوار وقال أنه هو مش هيحضر وهو معانا هنا على الهوى المباراة التانية اللي هو كان مفروض أوقف فيها ومن ثم ألغت اللجنة الموقرة اللجنة الانضباط والأخلاق إقافه وقالت في هذا الاتجاه أنه هذا تعظيما لمبدأ الاعتذار أو إعلاءا لقيمة الاعتذار عما بدره من خطأ وبالتالي ألغت العقوبة أنا بس بتساءل والتساءل هنا والله ما وراء أي غرض على الإطلاق على الإطلاق عارفين أنه كان هناك عقوبة على المستشار المرتضى ثلاث مباراة والراجل على طول مجلس النواب طل على طول بيان أنه لا حساب لأعضاء البرلمان إلا بعد أخذ موافقة طبعا مجلس النواب ومن ثم حضر المستشار المرتضى طيب هنا بقى اللجنة أمامها أمر أتصور أنا باقترح مجرد اقتراح بما أنه لم تستطع اللجنة أن يتوقع عقوبة على رئيس نادي وهو هنا بتكلم على المستشار المرتضى فبالتالي شيلوا بقى بند معاقبة رؤساء الآن دي أنا بتكلم بمنتهى الصراحة لأنه الناس كلها تتساءل أنت حضرتك وقعت عقوبة ثلاث مباراة ولم تنفس وما ورت لناش آلية تصعيد العقوبة يعني العقوبة لم تنفس طب هل هناك آلية لتصعيد العقوبة ولو صعيدت العقوبة ومش هتتنفس برضو من نفس المنطلق أن أعضاء مجلس النواب لا يحسبوا إلا باستئذان المجلس وهو لم يأذن ولن يأذن وفقا للي احنا شفناه قبل كده يعني وبالتالي هنا لابد أن احنا نفهم إيه الأليات بتاعت حضرتك لتصعيد عدم التنفيذ ده سؤال مهم جدا جدا وخلي بالك أن هذه هيئة قضائية مستقلة مكونة من سبع مستشارين محترمين جدا اقتراحي بما أن أنا غير قادر على تنفيذ قراري بعقوبة رئيس نادي يبقى نشيل من بند اللائحة بتاعة هذه اللجنة المحترمة العقوبات الخاصة برؤساء إلادي هذا مجرد اقتراح لا قيمة له على الإطلاق طيب نروح بقى للفار النهاردة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو مسؤول عن القوانين واللواح والكلام ده كله والفار والفار بعد ما شاهد خاصة في الدول الإنجليزي تعقيدات شديدة جدا في مسألة تطبيق الفار وصلت لدرجة أنهم بينزلوا خطوط لزر تشوفوها دلوتي معايا عشان يقولك ده كان سابق بحتة من الوزة يعني عارف الوزة يقولك ايه طرف من ريش الوزة حاجة كده يعني يعني قالك سابق بميلي ايه معقولة يا جماعة الكلام ده وبعدين ده انت عايز مساعد حكم بيبع عنده زرقاء اليمامة عشان يجيب الميلي ده أمر طبعا صعب جدا صحيفة The Guardian الإنجليزية قالت النهاردة بيان بتاع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قالت إلا في حالات تسلل واضحة للجميع وفقا لما جاء على لسان لوكس برود انه هذه التقنية الزيادة عن اللزوم هتبقى صعبة جدا جدا في التطبيق وقالوا انه هيعيدوا اصدار توجيهات بشأن الحالات بعد الاجتماع ربع السنوي في نهاية فبراير المقبل فيما تعلق بالفار والحالات التحكمية وقالوا بشكل عام ستكون نتيجة الاجتماع توجيه النصيح خلي بالك من اللي هقوله دلوقتي توجيه النصيح ان التكنولوجيا لا يمكنها ان تصدر فقط لتصحيح الاخطاء الواضحة زي بتاعة الفار بحكم نهاية بشأن حالات التسلل وان الاعتماد على عدم الرؤية اذا كانت الكرة عبرت خط المرمى ام لا يعني هي دي بقى ايه اللي تركز فيها قوي ولا يجب ان يهضر وقت طويل من المباراة للبحث والتتقيق في شيء هامشي وقال لك اذا كان هناك خلي بالك من اللي هقوله الوقتي اذا كان هناك شيء ما غير واضح من النظر الاولى فهو امر غير واضح ولا يجب اخذه بعين الاعتبار والنظر الى زاوية كاميرا واحدة ورؤية الحالة هو الطبيعي ولكن النظر لخمستاشر كاميرا اخرى واعادة الحالة من زوايا مختلفة للعثور على شيء غير موجود في كرة القدم على الاطلاق ليس هذا سبب الاعتماد على تقنية الفار على الاطلاق لان كمان ماتش بتاع ليفر بول وولفر هامتون ده كتحالات مسيرة جدا للجدل خاصة بالغاء هدف في شباك الريدز بسبب التسلل اللي هو قدامنا ده معقولة الكلام ده يا جماعة وقال لك كونر كادي قائد وولفر هامتون قال لك انه لو امر فضيع بالنسبة لي ما حدث قال لك الناس كلها بيقولوا القرار مش عارف ايه واللعب متسلل باصبع قدمه لا 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 ده قدامنا هي ايه سباع يعني ايده مش عارف ايه قال لك ايده ما تخشي طب سباعه طب سباعه كبير ولا سباعه طب لو راجل مربي دوافره الضفرة هيظر معك لا 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 الكلام ده يا جماعة صعب جدا جدا وامر يعني بصراحة صعب 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 لكن لكن واحد يسألني يقول لي الفار قتل متعة كرة القدم اقول لك مين سازج يقول كتا لا الفار اقر الحقوق ولكن مشكلتنا في تطبيق الفار جماعة الانجليز محب كنها زيادة عن النزوم بينزلك الليزر مش عارف ايه عند الحتة بتاعت ايه في الضفر ايه في البقى عملية صعبة قوي بتمشيش لكن انا اخد زاوية خلاص زاوية يعني اه معتمدة عندي اخدها ولو الافصيد واضح واضح يعني واضح يعني ايه يعني بقدم كاملة بقدم ونص لكن مجريش على ملي ومتنين ملي والكلام ده وتقول لي لا اصلا وبعين خلي بالك لما بيحط حتى الخط اللي احنا بنعمله بالبيورو ده ما بيجبهاش فبضطر ينزل لك خطوط وارينا يا احمد تاني الخطوط اللي نزل احبر واخدر واضح دي عملية صعبة جدا ده احنا دخلنا في تكنولوجيا هندسية معقدة يعني كان ابنتكلم في علم الفضاء لا دي صعبة جدا جدا وبعدين ينقلق وبعدين نقف ثلاث اربعة دقائق اللاعبة تكون بردت وجمهور همد وبعين واحد احتفل يرجع تاني يزعل ويعايت عملية صعبة جدا لا يؤخذ بالفار الا اذا كان الافصيد واضح مش بقى بالخطوط الحمرة والزرق اللي بتنزل دي ما عدي بنص قدم بالقدم بالقدم والقدمين مش عافيه وهذا خلاص اخد الفار اذا كان قرار المساعد غير سليم لكن انا زلي بقى خطوط واخد صابع الرجل لا 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 دي صعبة جدا وهذا هو اللي قاله النهاردة مجلس اتحاد الدولي لقرد القد اخر حاجة عندي بقى محمد صلاح طبعا نجمينة كبير النهاردة كان الليفربول عامل على موقعه استفتاء لاجمل هدف في الموسم لجمهور بتاعه اختاروا هدف محمد صلاح في مرمى تشيلسي واحد من اجمل اهدف على الاطلاق اللي جي من ناحية المين مع اندروكين 18 كده ومن زاوية صعبة حط وش رجله راحت في اقصى يمين على يمين الحرس في السوكة البعيدة خالص حاجة اعجاز اعجاز حي عملها محمد صلاح بتقنية مفيش اجمل في الدنيا من كده طبعا كان ساديو مانيه داخل بهدف وكان فابينيو داخل بهدف اخذ المركز التاني اخذها فابينيو بالقذيفة الطلقة اللي ضربها يوم مباراته مع منشستر سيتي ده صلاح طبعا ده محمد صلاح حاجة فاخرة 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 طبعا ما شاء الله صلاح مع الريدز ما شاء الله القاب دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي وكاس العالم للاندية واحتلال صدار الترتيب الدوري الانجليزي بفارق مريح جدا 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 13 نقطة النهارده عن لستر سيتي و14 وخلي بالك ولعب مباراة اقل يعني ان شاء الله لم يكسب المباراة دي هتبقى 16 نقطة عن لستر سيتي و14 نقطة عن منشستر سيتي وهو الاهم يعني لستر سيتي ده جامع العفش لكن هو الموضوع كله هو طبعا منشستر سيتي ف14 نقطة بقى ما ينفعش ان نخسرهم بقى في الدور اللي جاي يعني صعبة الحكاية دي قوية يورجين كلوب كمان مدير فني عظيم وتحدث عن لعبيه بشكل رائع جدا وتكلم عن قد ايه لعبته متفاهمين معاه وتكلم عن الجمهور وقال لك الجمهور معانا ماشي معانا ماتش بماتش وهو مش مستعجل الجمهور انه يحكم ان احنا اخدنا الدوري لو نيعلم انه الطريق لسه طويل لكن قد ايه الجمهورنا عظيم وعبر عن ده في اخر مباراة بشكل رائع برغم ان احنا كنا مضغوطين لكن فضل يشجع وحتى بعد المباراة برغم ان احنا ما كانش الشكل الامثل لنا في مباراة الويلفر هامتن لكن هو قدر انها مباراة ضمن المباريات واحنا كسبنا فقعد يشجع اللعيبة بشكل رائع جدا جدا هي دي الجمهور ولما نسمع الجمهور بيقول ايه لسلاح اشتركوا في القناة كمان النهاردة او مبارح اختاروا صلاح ضمن افضل 30 لاعب في العقد الاخير مع ليفر بول طبعا ودي حاجة عظيمة ودي حاجة عظيمة عمر ما حصل حاجة عندنا زي كده يعني لازم يا جماعة صلاح نديله حق حيانا كنتتلاقي جماهير بدأت شوية كده وبعض الاعلامين اللي هم مش عارف ايه لا ده صلاح ده قيمة عظيمة قيمة عظيمة رافع رأسنا بشكل غير طبيعي ولو اخد دور الانجليزي هيبقى حاجة بقى مش معقول يعني بطل عالم وبطل اندية بطل دوري اوروبا دوري الابطال وكاس العالم للاندية والسوبر والدول الانجليزي ايه الجمال ده كل ايه الجمال ده كل حاجة الحقيقة عظيمة 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 طيب ده اعتقد اخر حاجة عندي هنا نروح بقى ل اراء حضراتكم فيما يتعلق بمن الاحق بلقب افضل لاعب افريقي في العالم نعرفين فيه لاعب افريقي محلي موجد فيها طريق حامد وان شاء الله ربنا يكرمه ويحصل عليها باذن الله ان شاء الله يا رب وعندنا افضل لاعب افريقي على مستوى العالم طبعا فيه تلاتة مرشحين من عند من افريقيا اللي هم طبعا محمد صلاح وساديو مانيه ورياض محلس انتو حضراتكم بقى قلتوا ايه نشوف عندنا ما شاء الله تفاعل عالي جدا جدا مع السؤال النهار خالد ناصر كفر الشيخ دي سوء منشية العبد محمد صلاح اللي هياخدها ان شاء الله طيب دعاء عفيفي ما حبي واحترامي من صلاح لكني بتمنى منيه فوز احمد طارق منير قرية الملعب بالقاس ده اهلية محمد صلاح احق على الرغم من اداء منيه الخرافي احمد محمد عليان الاقصر العريقة عاصمة مصر اه طبعا محمد صلاح محمد نبيل ما احترامي لصلاح لكن بتمنى منيه ناصر الاكسلانس حجر النواطية محمد صلاح السيد رشاد حجازي قرية كفر الجزار مركز بنها محمد صلاح فخر العرب محمد سالم كفر الشيخ قرية برجم غيزل طبعا طبعا محمد صلاح مصطفى احمد هاشم شارع التسعين التجمع الخامس هو فيه غير ابو صلاح ابو ياسين نزلت البدرمان مركز دير مواس المينيا ان شاء الله ابو مك حسام عوض المنصورة بنتمنى صلاح لكن اللي يفوز بيها ساد يوماني شادي محمد الحي السادس اكتوبر محمد صلاح نصر عبدالحفيز همام المنشاهد صغرى قصية اسيوت محمد صلاح محمد مطر بالرغم من حبي لصلاح لكن الحق هو ساد يوماني محمد عبدالوهاب البحيرة مركز الدلنجات قرية الوكيل اتمنى محمد صلاح لكن منية عامل موسم استثنائي محمود محي من الغنايم منية استحق الجيسة ابو احمد مع تقديري صلاح لكن ساد يوماني عماد صلاح الاناطر ابو مكة طبعا ابن بلدنا احمد جلال الكويت محمد صلاح ناصر الحسيني ساد يوماني للامانة مع اني اتمنى صلاح دكتور محمد حفزي المنطق يقول ساد يوماني علاء ابو شعيش عمرسة متروح ان شاء الله محمد صلاح نجري شوية وناخد من هنا كده مثلا ابو عمر محمد الحداد كلنا متحيزين لكن الحق ساد يوماني محمد ربيع مركز قسيم قرية البراجيل الجيزة اتمنى صلاح واتوقع فوز مني صالح ابو ريان انا مركز قفط قرية البارود اتمنى صلاح لكن استحقها ساد يوماني حمو العالمي محمد خميس اسكندرية اتوقع صلاح اخر اربعة رضا محسن اتايل بارود البحيرة اتوقع ساد يوماني محمود اطب محافظة كفر الشيخ مركز قلين قرية ميت الديبة سيفوز بها محمد صلاح ان شاء الله الشاكر الحامد الله محمد صلاح باقتدار محمد مقيبل الشرقية مركز صاني الحجر اعتقد ساد يوماني هو الاجدر اخر واحدة محمود رضا محمد احمد من البحيرة النبرية ساد يوماني هو الاحق بس صلاح هياخدها تمام 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 نروح بقى لملعوبة واخر ملعوبة عندي يعني مبعوتالي الملعوبة الاولى الفرنسي كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كان طلب من الكابتن سامي الشيشيني في مباراته الاخيرة الافريقية انه هو يعد في مصر ما يسافرش معاه حفاظا على صحته لانه كنت قلت لحضراتكم ان السامي الشيشيني كان وقع انزلقت رجله من على السلم واصيب بردود قوية جدا في رأسه وعمل خياطة والحكاية دي كلها لكن سامي الشيشيني نتيجة كمان مدرب الاحمال مشي وسامي الفريق اصر على الصفر ومن هذا المنطلق وحتى يرسي كارتيرون مبدأ الرجولة والتضحية من اجل الفريق طلب من سامي الشيشيني امام اللاعبين وقال لهم تقديلا له ولمحبته للنادي واللي بحطه قدوة ليكو انه هو اللي يحط محاضرة الفريق النهاردة وسامي الشيشيني هو اللي عمل المحاضرة الرئيسية للفريق قبل ما يخود مباراته واللي تعادل فيه مما ذنبي واحد واحد ملعوبة باهر المحمدي باهر المحمدي نجم النادي الاسماعيل الاونة الاخيرة بات يلح الحاء كبير جدا على ادارة النادي الاسماعيلي والمهندس ابراهيم عثمان انه يريد الرحيل عن النادي وانا لديه عروض خارجية من الخليج ومن الحكاية والرواية برغم انه لم يقدم اي عروض حقيقية للنادي لكن الخبثاء قالوا ان نبر باهر محمدي قد علت بقوة في طلب الرحيل بعد ان اصيب سعد سمير بوطر اكيلة مفهومة ملعوبة الملعوبة التالتة هطلعها من الواتس اوب بتاعي النهاردة جالي واتس اوب من الاستاذ المحترم محمد مصالحي وهو في صورة زي ما حضرتكم شايفين كده جنب طبعا نجم النجوم انا عندي الواتس اوب يا جماعة ما بفتحش قلولي اه كاتب لوكا بودريتش وهو واقف جنبه بس بيقول ايه بقى بس بيقول اختلف معايا في بدل السكن احسن لعب في العالم ملعوبة يا محمد والله لو جبته تبقى حاجة عظيمة جدا بس هتجيبه هتبيع النادي كله عشان تجيبه مع الكابتن طارق يحيا وحوار رائع بمشيئة رحمن ولكن بعد الفاصل موسيقى 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 حدث نعتبره بالنسبة لنا حدث تاريخي وهو مدمار الدراجات اللي كان حلم كبير بالنسبة لنا كان حلم من سنة 1990 وهو تحقق اليوم في 2019 بالنسبة البطولة بيشارك فيها دي بطولة عربية التاسعة بيشارك فيها سبع دول هي الإمارات والبحرين والسعودية والجزائر والمغرب والأردن ومصر البطولة مستوها زي ما نشايف مستوها عالي جدا جدا المستوى الفني مستوى التنظيمي عالي جدا من كل الجوانب العرب الحمد لله كل الزملاء والإخوة العرب فرحانين سواء بالبطولة وتنظيمها سواء بالحصول على المديليات لأن المديليات جميلة وكل الدول تقريبا لمشاركة حصلت معظمها حصل على مديليات صحيح مصر هي اللي بتصدر المديليات كلها الصدافة كانت كويسة جدا وتاموا بكل الوفود واعدين في إقامة كويسة وتم تنظيم الانتقالات للحضور للتدريب للمدمار والعودة الفرق والحمد لله البطولة ماشى على أعلى مستوى الحمد لله نحققين لغاية دلوقتي 13 مدالية دهب وبمجموع مداليات فضة ودهب وبرونزة حوالي 32 مدالية في اليوم الثالث للبطولة وإن شاء الله بكرا يكون أحسن والحمد لله ظهرين بمستوى عالي والبطولة دي تعتبر استعداد لنا للبطولة الأفريقية لأنها مواهلة للمبياد توكيو 2020 بطولات اللي أنا أكسبها لحد لقتنا هذا بطلة العرب من 2011 لحد 2019 بطلة أفريقيا من 2013 لحد 2019 في التراك والطريق وأول لعابة مصرية عربية أفريقية أهل أولمبيات في رياضة الدراجات التراك كانت ريجي نيرو 2016 الحمد لله إحنا بنستعد كويس جدا بطولات اللي إحنا بنجاز لها حاليا ونستعد لها بتبقى كورس كامل من أعدادنا لأولمبياد توكيو 2020 سواء بطولة الطريق أو بطولة التراك اللي إحنا مشاركين فيها حاليا بطولة الطريق كانت قزء كبير جدا من استعدادنا لأن إحنا بنلعب بلعب تراك انجيرات فطبعا التحمل عمتا بيكون محتاج بني سبقات كتير للطريق إحنا اليوم في مصر أرض الكنانة لاستضافة البطولة العربية التاسعة للمضمار اللي ينظمها الاتحاد المصري للدراجات على أرض استاذ القاهرة أول مضمار يقام في مصر الحقيقة أن البطولة العربية اللي تشارك فيها سبع دول عربية يعني هذا عدد يعتبر كبير مقارنة بنوع السباق أن ليس كل الدول العربية عندها مضامير لسباقات الدراجات البطولة بشكل عام تمضي بشكل ممتاز جدا أحب أشكر الأخ والدكتور وجيه رئيس الاتحاد المصري والأخوان أعظام مجلس إدارة الاتحاد المصري على حسن الاستضافة وعلى حسن التنظيم طبعا مصر ليس عليها بغريب دائما ما شاء الله ما هي تستضيف البطولات والفعاليات الكبيرة ودائما هي ناجحة في التنظيم وكذلك أعتقد المضمار ما شاء الله المضمار اللي تم تتشين الحين في هذه البطولة اللي هي البطولة العربية ما شاء الله أنا أعتبر مناسبة سعيدة أننا نحن كمحبين للعبة الدراجات وكقائمين على لعبة الدراجات في الوطن العربي يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار أهلا وسهلا كان فيه نهارده تمرين اه كان فيه تمرين نهارده احنا جينا امرح الساعة 11 بالليل من أسوان اه وكان فيه استشفى امرح بالليل ونهارده كان فيه تطريب للمجموعة الياه ما كانتش معنا في أسوان استشفى امرح منتلسة رجة امرح اه ما كان لازم مشكلة ان احنا فترة اللي فاتت كان فيه ضغط كبير جدا مباريات وصفر كتير فانزلت من الطيارة مبارح على النادي على طول عملنا استشفى على طول بسرعة لان عندي مطش الجمعة ماينفعش ان انا استنى لتاني يوم عندي دجلة فماينفعش ان انا استنى تاني يوم عشان نعمل استشفى عملت نفس اليوم طيب عندنا التقرير سريع نشوفه فضل يعد طارق يحيا هو احد نجوم الكرة المصرية على مر التاريخ واحد ابرز الموهوبين الذين مروا على طريق القلعة البيضاء اللاعب صاحب القدم اليسرى التي صنعت التاريخ الكبير كلاعب ومدرب متميز ترك بصمة وضحة نجم الزمالك والقرة المصرية في عصره الدهبي والمدير الفني المتألق ولد طارق يحيا عبد الحميد في كفر الشيخ عام 1961 الموهبة الفزة التي كانت حديث الاخبار الرياضية منذ البداية ولملا وهو احد اللاعبين القلائل الذين بدأوا مسيرتهم مع القرة في سن متأخرة عندما انضم النادي الزمالك في اللين الاولى وهو في سن التاسعة عشر عاما الى ان موهبته اكبرت المتابعين التقاضي عن سنه الكبير نسبيا وقتها واستغل طرق الفرصة عندما واجه الزمالك وهو في سن العشرين عاما محرزا هدفين في مرمى القلع البيضاء لينضم مباشرة الى النادي الملكي ويكتب رحلة ذهبية بأحرف من نور مع منتخب مصر ساهم يحيا في فوز المنتخب ببرونزية البحر المتوسط وكأس افريقيا 1986 وكان ضمن قائمة الفريق الذي مس المصر في كأس العالم بايطاليا 1990 لكنه لم يشارك في اي مباراة وعتزل يحيا الكرة في سن مبكرة نسبيا عام 1992 وهو ما يزال في الثانية والثلاثين من عمره ليحرم الكرة المصرية من موهبته وتزديداته القوية ولتبدأ مسيرته الذهبية في مجال التدريب الذي تألق فيه وأصبح ايدر الكرة المصرية أحد أبرز المدربين على السحة القروية المصرية مع مسيرة طويلة كما درب كل منه الانتاج الحربي والمقصة والمصري والاسماعيلي والشرقية وطلع الجيش وهجر السعودي والزمالك وبيتروجيت ويبقى موسمه الأبرز 2009-2010 مع الانتاج الحربي الفريق الصاعد حديثا وقتها ليبدأ مغامرة كبيرة تضاف إلى تاريخه ومسيرته التدريبية طبعا أجمل حاجة في التقرير هي أنه أنت كنت لعب كورة طبعا أكيد طبعا وبشكرة كابتن بيحت على التقرير الجميع بشكر محمد القاضي على الكلام اللي قاله يعني وبشكره بيذكر واقع يا كابتن حبيب ربنا خريك لا بشكره هي تقرير ممتاز وميز وكلام كبير أنا ما استحقوش يعني لا لا زي التاريخ يا كابتن طيب هو زكارليدي هنا مجموعة أندية أنت ضربتها إيه النادي اللي كان نفسك تضربه وما ضربتوش غير الأهل يعني مناش دعو بالأهل هو سؤال هو مفاجئ لا هو مش مفاجئ يعني بص أنا حب دايما أمرر أندية الشعبية أيوة يعني أنا بحب دايما أن أبقى متواجف أندية الشعبية أنا برانت المصري وكانت تجربة نجحة لغاية الإسبوع الثامن لغاية لما في حصلت مشاكل داخل النادي والولاد طبعا كان فيه فشكالة جامدة جدا وكان لها الشرف نانا برانت النادي المصري وكنا أول كان مين رئيس النادي وقتها؟ كان حج يحيا آه كي ودكتور الأسنان لا 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 اسمه الحج يحيا آه الحج يحيا آه مش دكتور الأسنان والحاج آه مش دكتور هو رجل أعمال يعني رجل أعمال آه آه فآ كان فيه خلاف بين كانت أسى منصين المجلس عمرو ياسر يحيا ياسر يحيا الحج يازلي حقا بالزبط فالأسف الشديد حصلت مشاكل وإحنا كنا بنلعب الساعة 7 نبقى أول دوري أو الساعة 5 وزماني كنا بنلعب الساعة 7 أو الساعة 9 ويبقى هو الأول وإحنا التاني مشينا حوالي 8 أسابيع كده كده وبعدين جينا بقى حصلت مشاكل جامدة ما بين أعضام جزارة والنائب وكده وبتاع وعرضوا حاجة غريبة جدا بعد ما كنا بنكسب فهما تقيبا كان في ضائقة مادية أو حاجة فقال لك احنا مش هنصرف فيلوس مكافأت غير على الأهل والزمنك بس ياه هو الله فأنتم لهم ما ينفعش بس أنا غلطت بقى والواحد بتعلم غلط وفعلا أنا غلطت في الوقت داك هلازم أمشي لأن الجمهور كله برسعية كان يبقى معي بس أنا قلقت إن الجمهور برسعية يقلب علي ده شعور الداخلي بس أنا لحساتها غلط كان من المفترض إن انت تمشي تتقدم استقالتك يا جماعة ما ينفعش الكلام دا فيه أولا خلافات بينكم وفيه حلوها أنا ما سام عليكم كانت على الأقل الجمهور برسعية سعيتها كانت تبقى معايا طبعا بس للأسف أنا حساتها غلط وقعت وقعت وكملت حوالي ثلاث مرشد غلاء ابنهم الثلاثة أوكي طب وضع طبيعا رزم تتغلب فمشينا لأن الولاد طبعا يعني حصلت مشاكل جامدة جدا بلعب بدون دافع حقيقي بالزبط فمشيت بقى سعيتها أنا من النادي المصر دا المصر اه النادي اللي أنا كنت يعني كنت أتتمنى بقى أحب إن أنا أمرنه اه وجالي على فكرة فترة بس كانت فترة مميتة وقاتلة تحت سكنداري أوكي جالي في فترة كانت صحبة قوي 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 تحت سكنداري كان بيصارع ساعتها وكانت أمور صعبة جدا وبعدين كان فيه اشتباك بين اللعيبة والجماهي بعض الجامير في الملعب أنا أقلقت آآ بس فعلا من الاندية اللي واحد يتمنى أنه هو يكون نادي جميع تحت سكنداري غير الزمالك طبعا الزمالك لا طبعا دا دا وانت ادربت الزمالك آآ طبعا آآ طيب وانت في المصر وانت في المصر اللي عيبت الزمالك آآ واتغلتنا واحد صفر باس المورسي باس المورسي آآ و مين من الاندية اللي قنت بتضربها كسبت الزمالك الجيش لمرادي ولا قبل كده كمان المرادي ولا قبل كده وقبل كده جيش مسارتين مسارتين عالت صلحة مين لا صلحة مين فعنش صلحة مين كان آآ اسلام كمال آآ وكان.. أعتقد مش فاكر مين ك folding 3 اتنين برضه آآ كسبته متشين مرتين مرتين والمرادي دي التالتة او الممرات دي التانية دي التانية للتاني مع طلاع الجيش مع طلاع الجيش اه اول مرة كانت مساءة صلاة كسبت زمال اه اربعة ثلاثة اتنين برضا او اربعة ثلاثة مش فاكرا كان لسه صعدين اه كانت 2007-2008 حاجة كده اه ومرة مع المقصة المطش الشهير بقى اللي هو بتاع حسين حمدي لما طلق اخده بكرة بايده اه والرجل كان كابتن كان حاكم اسكندراني اوكي ما شافهاش اه ما حسبش ضرب الجزاء وكسبت واحد سفر وكسبت واحد سفر اه يعني انت كده كسبت زمالك اربع مرات خمس مرات كده اربعة تقريب اربع مرات اربع وفي مباراتين تعادل درون ومرتين درون اه تقريب اوكي اه انت بتدبسنا على هو طيب انا مش هسألك اسئلة تقريب انت جاوبت على كل الاسئلة الخاصة بمبارات طلاع الجيش وانت مش عارف بكيت ليه وهل كنت مش عارف ايه وهل توطقت كله كلام فارغ طبعا ولا يجوز سؤاله من اساسه يعني لكن السؤال في المنطقة دي سؤال ربما يكون نفسي بحت هل انت من جوا سيبك مان براك اي قدش في الدنيا لو انت ايه عايز في الدنيا تكسب دواطة طبيعي جدا طب واي حاجة تانية تبقى سوري يعني صحيح لكن هل بجد بقى وانا بكلم بقى كابتن طارق ايها الفنان مش المدرب الفنان هل بمنتهى الامانة قدام ربنا من جواك شعرت بلاحظة حزن على نادي الزمالك وانت بتكسبه من جواك اكيد فعلا طب بالشرف او الله انا فرحان وفي نفس الوقت مش يعني الفرحة عارف طلع كده من مش بس انت تتمنى تكسب الزمالك وده طبيعي انا تتمنى اكسب الزمالك لكن اصابك حزن من جواك مليون في المية مليون في المية بصة كابتن هو البكة بعد المباراة دي واللي فاتت برضو كان فات الجيش اه انا بكيت ليه اولا كانت صعبانة علي نفسي جدا من كلام اللي بيتقل حوالين المدربين الزمالكوية تواطم ومتواطم مع المدربين الاهلوية نعم والاهلي وكلام الصغيرين اللي بيتقل دا دا كلام تافي اه ثانيا انا حاسس ان الهزيمة هتبقى مشكلة كبيرة جدا للزمالك فيما بعد هي دي اه ثالثا الاعتزار بتاعي مش عشان انا كسبت الزمالك الاعتزار لجمهور الزمالك اللي انا سببتله كطارق يحيا بعض الحزن او ليلة حزينة اه بس دا دي حاجة اصا الجمهور دا كانت العمال لي ام يعني فهمي اصا انت ما تقدرش النهاردة وجمهور عاطفي مش هيقدر الزمالك بالذات جمهور عاطفي ام بياخد على قلب او بياخد على صدر اوي ام كلهم اكت الملايين اللي موجود كلهم بياخد على صدرهم ام فانا مش بعتزر عشان كست الزمالك ام ويقولك انت بتعتزر ليه عشان دي تفهمت غلط بالزبط دي تفهمت غلط انا كتن فعلا بامانة انا بقول يا جماعة لو في حد زين من جميل زماك فانا بعتزر دي حاجة مش دي حاجة كتن جواك ايوة طبعا يعني انت على فكرة دي بطريقتنا البييرو مكسابك للزماك تفضلك اه فحلوة الطريقة دي على فكرة اه جديدة لزيزة ومشاهدة جديدة للناس يعني رؤية مختلفة شوية لزيزة اه فانا بطن انت ما بتعتزرش عشان لا دي حاجة جواك يعني ما انت بتحسبني على احساسي وشعوري لا بتحسبني على حب للنادي برغم ان انت حريص انك تكسب النادي تكسب الزمالك لكن انت ما تحسبنيش على احساسي مشاعري طبعا دي مشاعر يا كتن طبعا طبعا 14 سنة يا كتن متحق اه انا من 79-80 دخلت باب نادي الزمالك خرجت منه 92 اخر 92 احترافتي موسيقى في لبنان رجعت تانية عملت باشا عتزال وبطلت يا حياتك كلها انا دخلت هناك 18 سنة سني كان 18-19 سنة هو التقريب بيقولك لعب بتأخر اه فعلا لعب بتأخر انا كنت اتمنى ان الواحد كان ييجي من هو سنه 14 سنة و13 سنة كنت هتبقى الامور مختلفة حتى اه يعني بدنيا وجسمانية انا كنت بنهجة كنت بتعم انا انا رحت مرة افريقيا كنت هموت هناك اول الله اني كان ريد ديفلز في كتوي مستوى سطح البلد مرتفع مستوى سطح البحر 2500 ادم اه انا رحت كابتر اسبرينت مرجعتش اول الله العزيب شهروني من ربعة يا ستف كابتر امرجلة بين الشوتين ربنا تدولي الصحة يا رب بيقول لي يا ولد طب كمل يشوره التاني وكلمة مش قادر دي انا مش عارف اقولها للدرجات اه لان انت اتأسست انا ما اتأسستش يا كابتر انت كنت قبل كده كنت فين كنت بالعب في الشارع مع حبيبي والمدرسة واصحابي وروح دورات رمضانية وكلام ده كله في البلد عندنا في محلة موسى وكفر الشيخ والبلاد على فكرة في واحد من ميت الديبة دي جنبينة على فكرة اللي كان باعتلك الرسائل والقضب ده اه من عندنا والله اه ميت الديبة دي جنبينة اه طبع جنبينة في محلة موسى سمعت اسمه انت بالكلب اه بالزبط فانت ما تأسستش صحة كاتر مبالك بقى انت لو تأسست صحة زي اللعبة التانية ودخلت نادي الزمانة كنت سنك مثلا خمس سنة سنة ولا بتاع كاتر امور اختلفت تمام الحمد لله والشوك الله على فضل ربنا محدش يقدر ينكي فضل ربنا ابدا ولا فضل جمهور الزمانك علي ابدا انا كنت اجيب جونة كاتر روح الدرجة الثالثة اه طبعا انا عمر ما جبت جونة روحت الممتاز بتاعت الاولى دي عمر مجريت الا على الدرجة الثالثة اه فعلا الثالثة ايمين دي ليه لان دول اللي يستحقوا ان هم يعني اه 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 تروح لهم متشجعهم ليه لدول جمهور الزمانك الحقيقي اه بزبط دول بي 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 سخنوا الملعب وهم اه بزبط لأ وبيبقى تعبان وشأيانة كابتن في القرش ويريدفع التذكرة ويخش صحيح فدي الناس دي تستحق مننا كل تقدير واحتراب عشان كده انا بقولك ان جمهور الزمانك الواحد في حياته كلها لو قاعد حياته كلها ونادي الزمانك طبعا فضله كبير طبعا مش هيقدر ينكر فضل الجمهور علينا طبما انه زمالك فضله كبير ليه رفضت تشتغل مع الكدش الاجنبي ده عشان خاطر الزمالك بمعنى كان متشو بص يا كابتن انا موضوع الزمالك ده بيعني انت اللي جبتني من السكة ديها لا انا بقولك موضوع الزمالك بيحرك جوايا مشاعر غريبة وبيخليني يعرف يعني اكاد ابكي زي ما بقوله ودي والله غزب عني انا بتصنع فعلا انا كانت الواحد لما بيجي تكلم عالزمالك بتحس بحاجات كده جوه انا مش ما قدرش اوصفها لك فضل المولى وفضل الزمالك عليك ما اقولك ما قدرش اوصفها لك دي حاجات جوايا اكسم بلا بتطلع كده تلقائي انا رفضت اشتغل في الزمالك معاني موشان مرتضى كان مصر اصرار غير طبيعي انا عارف كده ان انا اشتغل مع مستر ميتشو بصة كابتن الراجل جاي ميتشو شايفة كونت بتقود ماتشي دي كده الاولاني تاع سبعة سبعة وهو عارف ان انت مدير فني وعارف ان انت اشتغلت كذا 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 وجيت اشتغلت معاه انت راجل مدرب بلحط كبير قبل كده ودربت وعرفت وعارف كواس قوي لما تيجي انت تجيب مساعد معاك وحاس نقطة معان في هو حاسس مش انت هو حاسس انت ممكن في يوم ايام تبقى طمعان في المركز ده هتشتغل كويس انا موافع كل بس هتبدع صعب فعلا دي وجهة نظري ولما الراجل قلتهاره مرتضى الراجل اقتنع تماما اه طب وامير مرتضى كان موجود ده كدت انت حضرني مجلس اقتنع حضرني اجتماع جاب كل المجلس وقعد قلهم طارق معانا بعد ما كله اتكلم ممكن اتكلم استاذ مشار انا بقول له حضرلك كذا 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 عارف قال لي ايه قال لي انت خزلتني او اكسم بالله اقول يا رئيس انا عمر بيخزيلك بس انا حريص على مصلحة الزمانك انا لو اعدت يا كابتن الناس هتقولك ده طريح ايه قعد مستني الراجل لما يمشي وحيفشل الراجل ده اللي بتقال يا كابتن القسم والله عمد حق جدا واحنا من جوه منشتغلش كده احنا بنشتغل بمنتهى الامانة سواء مع انا الحمد لله مع اناسيو مع هولمن مع نبوشا والله اكسم بالله بمنتهى الاخلاص ده نبوشا كابتن كان بيديني في المحاضرة جزء الاولاني شرح للعيبة على المنافس بيشتغل ازاي انا كنت بدرس المنافسين كنت بقوم عالمحاضرة كان بيديني حوالي تلت ساعة من المحاضرة تتكلم عالفريق الاخر عالفريق الاخر ليش دعو بالزمانك انا هو دحكت ده شغله انا بتكلم عالفريق الاخر عشان هو يبقى عارف كمان الفرقة عاملة زي ان هو كان جديد ما يعرفش الفرقة المصرية صحيح فالواحد اشتغل فانا حرصا مني على مصلحة الزمالك واستقرار دي فريق انا بعدت وعندك كل الحق وانا موافق جدا انت راجل دماغها كبير وعارف لا لا انت موافق جدا وانت صح مليون المية ومليون حاجة انا اتمنى اشتغل في ان الزمالك اي شغلانة انا اروحت رئيس قطاعات النادي الزمالك كابتن كنت رئيس لانج الكورة وبعدين لما عصام ماري راحل الفريق الاول مشان مطالب طلب مني ان اكون رئيس قطاعات الكورة ده اعلى منصب في النشوين اه اللي امسكها بعدك سامي الشيشيني اه اللي امسكها بالحبيد يا شغل فاشتغلت اقسم بالله كابتن شغل من نهار لا طب انا الحمد لله فاضل سايب وما زال الحمد لله 2003 اول دوري و2004 اول دوري و2005 اول دوري و2001 اول دوري ايه تسعة شيء بس اللي فيه بس مدريتك انت كمدير فني ما كدش مدير فني لا انا بالزبط بس كنت سعيد بالشغل انت بتشتغل في الزمالك وده شرف لنا صحيح طيب عندي حوار اخر ولكن بعد الفاصل يا مساء الانوار طيب كابتن طار فجئنا لعبة الزمالك مش عارف نزله ايه على صفحاته مش عارف ايه والمسحقات والحكايات والروايات هل انت وانت مدرب الزمالك هل مرت بمرحلة زي كده اللعيبة ومستحقاته ونلعب ما نلعبش نتضرب ما نتضربش كلام دوري ايه فيه كابتن احنا ياما ياما تأخرنا فلوس وكنا بنلعب وزي المستمتعين مع نادي الزمالك جمهور الزمالك لان انت الفلوس دي عمره ما انت اللي بتعمل اهر الفلوس مش فلوس ايه بتعملك هو موقف كان غريب الحقيقة بالنسبة لنا صدمت منه بعد اللعيبة طلعت تويتات على موضوع الفلوس نادي الزمالك الفلوس ما بتضعش منه وزات دلوقتي يعني كان زمان انت ممكن كنت ماشيت من نادي ومحدش ديك فلوسك لكن دلوقتي انا ما اعتقدش خالص لان الفلوس موجودة ومجل زر الحياة ما تأخرش عن العيبة في حاجة انا اقولك واقع حاصرت معي انا شخصيا وانا ماسك قبل ما اكش دي كدها احنا كنا داخلين عيد الاطحى المبارك اه قبلها بخمس ايام واحنا بنتمرن الولاد قالوا يا كابتن عايزين عدية وبتبعهم مش عرف ايه عشان برضو احنا نعيد داخل عينا وكده اللي عايز يتباح اللي عايز يجيب حاجة كده فاخدتش كبالة وطلعت المشهر المرتضة الراجل بمنتهى البساطة قال لي يا كابتن ماشي حاضر مئة الف جنيه كل واحد يعني قلت له زي الفل رايز وكل لعيبة سوا سيئة يعني ما بداش حد عشر كله تحملك وانت مثلا مصاب يعني فيه اوقات كتيرة جد نازم يشيل بعض بالزبط نازل زمانك نادي يستحق منك التضحية يعني انت مش موافق اطلاقا على خالص انا غير راضي عن هذا الكلام طبعا لان دي كلام الحقيقة ما يصحش يتعمل على السوشيال ميديا ولا على المواقع التواصل الاجتماعي مسابة الدول العام افرزت نجوم جدد من وجه نظرك هم جدد ادام يعني ادام يعني مسلا عبدالله السعيد متقلق اه الحقيقة بشكل كبير اه عندك حضرتك اه طبعا عندك مسلا حسن حسن في سموحة الحقيقة رجع للتهديف تاني واشتغل بشكل كويس فيه حسن علي ده جديد بقى من نادي المصري لعيب كويس برضو اشوال بير في نص ملعب لفت نظري اه عندنا في طراع الجيش محمد شحاتة لعيب كويس جدا برومز 2000 موديل موريد 2000 مع كبتر ربيع عسين في المتخم مصر وفيه ساعد سمير محمد ساعد سمير اخه وساعد سمير بتاعنادي الاهلي اه لعب المطش ده عندك في طلاع عندك في طلاع اتنين لعيبة يعني انا شايف ان هم ان شاء الله يبقوا مستقبل لمصر ومستقبل لطلاع الجيش والان هم اتنين لعيبة ممازين جدا واعتقد دي من ابرز اللعيب اليو ديانج في الاهلي فوسط الملعب لعيب كويس مقنعك اه لعيب كويس يعني هو عنده قوة عنده مهارة في نفس الوقت وده نادر جدا ما تلاقي لعيبة يا كابتن قوي بنيان وسريع وعنده مهارة يعني فيه ساعات بتلاقي الكلام ده كله المهارة قليلة بتلاقي المهارة عالية وتلاقي فيه بطء لا الولد فيه ثلاث حاجات فيه قوة وفيه سرعة وفيه برضه يعني بيطع كويس وبيطع كويس وديه يزا على ذكر عبدالله السعيد وتردد كلام في الوضع الحالي بتاع ناد الزمالك وما لوش إلا مقعد واحد بس اه اه ترجح الأمر ده وتؤيده اكيد عبدالله إضافة كبيرة لنات الزمالك بشكل كبير اه وهو هيعمل الحلقة المفقودة ما بين نص ملعب بين الفراودة صحيح بيعملها بين شرق هايل جدا لكن لما يبقى فيه موجود عبدالله السعيد كمان ده حاجة محترمة جدا اه عدم وجود باكرايت اللي حازم إمام ما انت شايف ان الفريق محتاج أكتر لباكرايت مليون في المية طب هنقول مكان واحد لو مكان واحد يبقى باكرايت أفضل باكرايت أفضل اه طبعا اه ما ده كان السؤال اه يا إما عندنا أحمد عيد اه ده لعيب كواس قوي باكرايت يلعب والرجل ما يخافش يعني أنا أنا شايف ان ان أحمد عيد من اللعيبة أحمد عيد أحمد عيد اه بتاع الشباب كواس قوي بس ايه يعني الجمهور تيصبر عليه شوية اه لأن طبعا انت ممكن الخضة بتاعت الفريق الاول لكن هو لعيب الحقيقة أنا شايف ان هو لعيب كواس جدا وانا تبعته في القطاعات النشئين عندنا بيقدي بشكل محترم ألفين وواحد هو اعطا ترشاحه يعني الفريق اول يلعبه يصبر عليه شوية يصبر عليه وحيبقى كويس بدون مجاملة انت مقتنع بأداء نادي زمانك مع كارترون بصة كابتين الفترة اللي فاتت كان فيها مشاكل بعض المشاكل الاصيرة اللي احنا كلمنا فيها دي دي اثرت بشكل كبير على اللعيبة على تركيزهم كمان وعلى وحدتهم مع بعض دي مهمة جدا الوحدة الفريق دي مهمة جدا شايف ان هم بعدوا شوية عن تركيز المباريات وتفرغوا الحاجات طبعا ماديات وحاجات غلم دا كله اعتقد الفترة اللي جاية لو لما الفلوس اتصرفت او لما اخدوا فلوسهم او لما الامور استقارت في الزمالك اعتقد الاداء حيتطور والدليل المباريات زي سكل فاتت يمكن الاداء كنا كسبانين وتعادلوا معنا لكن الاداء مبشر فيه روح راجعت تاني للفرقة اتمنى ان هم يستمروا لكذا يزودوا بقى لان انت فرق النقاط بينك وبين الاهلي لازم محتاج مهود كبيرة عشان تقدر تعود ازل الفرق 12 نقطة بالضبط تكلف 12 نقطة صعبين جدا جدا محتاجين مهود كبير جدا في نفس الوقت برضو يركزوا في بطولة افريقية انا دي بطولة مهمة جدا بتجيب فلوس للنادي وتروح كاسة عام اندية بتضيف تاريخ للزمالك وتاريخ للعيبة كمان مختلف كهربا هل افتقدوا الزمالك وهل كذبوا الاهلي وليه هو افتقدوا الزمالك وكذبوا الاهلي عشان برضو نكون منصفين اه طبعا ما فيش شك لكن ده ده قراره وهو اختار بس لكن انا ما اقدرش اقولك ان الكهربا العيب وحش لا ما اقدرش اقولك ان الزمالك ما افتقدوش وما اقدرش اقولك ان الاهلي ما كذبوش الاهلي كهربا يلعب على مين في الاهلي يعني منتكلم على اذا كان رمضان صبح موجود وحسين الشحات موجود ممكن يلعب على حد فيهم هو كهربا ممكن يلعب في اصابة حد من التلاتة اللي انت حضرك قلت عليهم انا قلت اتنين وتحط دخلوا لسلمان لا يبقى فيه البديل اقل لكن ده هيبس لضغط وهو لما يلعب هيبقى فيه مضغوط برضو من التلاتة دول كل واحد يخاف على مكانه لان التلاتة او الاربعة لعبة مميزة جدا وخاصة حسين الشحات كان بعيد رجع مستوى شوية وعيد سلمان متقلق بشكل كبير عرمضان صبح ما شاء الله يعني عمل بطولة افريقيا ولا اروع زي ما قولو ونفس الوقت الاصابة بعدية شوية لكنه هيرجع برضو في نفس الوقت لكن انت بتتكلم على كهربا كهربا قد يكون له مكان وقد لا يكون له مكان وقرار بتاعه هو بتاع كهربا مش تاع حد هو قرار نزول الملعب وتقالقه مع نادي الاهلي من ناحية النتائج والبطولات والكلام ده لا هو كهربا كان ماشي بشكل محترم في الناس الزمالك وإلا ما كان تقلق طلع للسعودية مسلمين وتقلق في السعودية وعبر الزمالك ثم رجي تاني الزمالك وتقلق شوية وتراجع بعد عودتهم السعودية وتراجع شوية مستوى وبعدين لكن هو كهربا ما وفي نفس الوقت الجمهور ما بتقبلش انت تقعد تتكلم معا الجمهور كابتن تعرف الزمون دايما على الحق جمهور عايز 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 تكسر عايز تبقى كويس لو انت وحش حينتقدك لو انت كويس هشجعك ما احنا كلنا كنا لعيبة وكنا بتشوف الجمهور بالزبت ما احنا تعرضنا النقد جبير جدا من الجمهور عمري في حياتي روح تكلم انت جمهور اشتحال هو في الحتة دي فهو ده خده من تركيزه وخلى في مشاكل شوية مع بعض الجمهير وده قلل من وجوده في ناتز زمالي بشكل كبير صراع القمة من وجهة نظرك قول لي اربع اندية هيبهم في منطقة صراع على بطولة الدول الاهلي طبعا بعتبره هو حالي الاهلي طبعا الزمالك الزمالك بعد الاهلي على طول اه التحاد سكندري بالترتيب ده اه بالترتيب يعني اهلي زمالك التحاد سكندري اه ما بين بقى المقاولين اه وما بين نقول انت ما قلتش بيرامدس خلي بقى ما نقولك مقاولين وبيرامدس اه ما بين المقاولين وبيرامدس ما بين المقاولين وبيرامدس اه ده هيبقى الفارس الرابع اه الماتشات وتطور أداء الفرقة تطور أداء الفريق أعتقد الأهل طبعا متطور جدا الزمالك إن شاء الله يرجع التحاد سكنداري ماشي بشكل جيد جدا وعنده مجموعة لعيبة مميزة جدا جدا ونتائجه هيلة في الدوري المقاولين ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا جدا وبرامتز بقى يعني الدروب اللي حصل ده قد يكون في صالح الفرقة وتغيير الجهاز الفني قد يكون في صالحه قد لا يكون في صالحه ما شكرا بقولك البرامتز بعد المقاولين لكن استبعدت الإسماعيلي والمصري من إمكانيات السرعة إسماعيلي كانت عنده مشكلة إسماعيلي لما بتغلب ماتش بتحصل شكل كبير إسماعيلي فرق كبير جدا وأتمنى إنه يعود لأن الإسماعيلي هو المنافس الحقيقي طول عمره طول السنين الفاتت للزمالك والأهلي أو الأهل والزمالك لكنه هو النهاردة في الدوري تعرض لسقطات كتيرة جدا أثرت على المشوار بتاعه في الدوري الممتاز صحيح كان هو ماشي كويس بشكل جيدة في البطولة العربية آه لسه كذبها الانتحاد الماتش اللي فاته وعمل بطولة كويس لو هو عدل نفسه هيخش من نفسه طبيعيا طيب سولاسي ينضم للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد ثلاث لعبين طارق حامد أوكي عبدالله السعيد محمد صلاح طارق حامد عبدالله السعيد محمد صلاح يعني عشان أبو الشوق بس ما أنا بقول يعني ده طارق حامد واسط ملعب عبدالله السعيد بلايميكر محمد صلاح كمهاجم كمهاجم محمد شنو ما حطتهش كجول كيبر لأ 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 معين أنا ضد إن في تلاتة من الفريق الأول ينضموا المنتخب الأول الأولمبياد ليه بالعكس كل ده نيمار بأي العمبياد هقول لك بس كبير إحنا دايما يعني هم هناك فكرون مختلف عننا أنا بقول لحضرك طارق حامد عبدالله السعيد محمد صلاح أوكي كمه ده وجهة نظر إنما وجهة نظر إن ده التلاتة هؤل هيحرموا تلاتة تانين مش هلعبوا يعني أنت بتكلم عن الناس يعني صعبانين تعبوا المهم هو المنتخب مصر أنا ما قلتش لأ ده الأهم متائج يعني أنا حضرك سألتني أه أقول لك ثلاث أسماء لأن دول هيضيفوا لمنتخب مصر هيضيف منتخب مصر محتاجهم بشكل كبير أه في نص الملعب هيقاوي نص الملعب هيخفف ضغطه على الديفنس وحرس المرمى لأن ده عندك حراس مرمى وميزين عندك صبحي وعمر ردوان أعتقد وثالث مين يا ربي كان يعني هم الاتنين دول في واحد تالت آه في واحد تالت آه عمر صلاح عمر صلاح زمنك برد آه وصلاح طبعا مع وجود عبدالله السعيد هيربع هعمل ربط المطلوب يعني في الحتة دي لكن وجد نظر آه زي ما أنت قلت لو مصلحة مصر في أن التلاتة ينضموا أهلا وسهلا آخي سؤال فضل أنجح تجربة تدريبية لك أنت شخصيا كتفينا دي والله كتيرة كابتل الحمد لله بفضل الله يعني أقول لك الحاجة آه يعني مساءة صلاحة الحمد لله مساءة صلاحة برغم أول سنة أنت ساعتهم وعبت بيهم في الدول آه وعندها نجحت آه انتج الحرب نجحت آه مقصة الحمد لله بفضل الله نجحت بشكل كبير بس أنا كنت مستمتع آه أكتر في المقصة آه تفاهمي يعني ك 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 كورة آم وك يعني الراحة نفسية آه راه نفسية واستمتاع آه واستمتاع وبعدين وجودك في جمهور الفيوم هناك كنت بترعب هناك آه عملنا حالة كبيرة جدا هناك آوي 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 والناس كانت بتعشى الفريق وجمهورهم تحفر وجمهورهم ما بيغلطش ولا قامل حاجة حاجة محترم جدا آرم جدا جدا وكان بيشجع يعني احنا مرة اتعدلنا مع أمبي 22 آه وكنا احنا كذبية 2-0 شجعوا امبي يعني سقفوا الامبي بعد المرش فانت بتتكلم في تجربة الحمد لله فضل لا تجربتي مع الاسماعيلي كان دكحة جدا تجربتي الشرقية الاسوأ لا مش الاسوأ تجربتي الشرقية ما كانش فيه بخت في حتة انه ما تلعبش على منعبك انا اتخدعت انا قلت الكلام ده في مؤتمر صح في شعبي مؤتمر شعبي في الشرقية يا جماعة 50% من بقاء الفريق انه نلعب في الشرقية محافظ اكيد لا تلعب في الشرقية رئيس النادي اكيد لي الراجل الراعي اه راعي الفريق راعي الفريق اكيد لي هذا الكلام لكن الاسف الشديد ما عرفناش ما عرفوش انهم يلعبوا في الشرقية احمد فاد عبارزة وقتها احمد فاد عبارزة وقتها ربنا دي لسحة راجل محترم جدا فاعتقد ان دي دي كانت الحقيقة يعني طيب خمسة في مئة من الهبوط يعني بموضوعيتك الشديدة جدا احنا عملنا سؤال النهاردة مين اللي هيحصل مش امنياتك مين اللي هيحصل على افضل لعب في افريقيا هل هو محمد صلاح ولا ساد يومني ولا رياض محرز مين اللي هيحصل مش امنيتك امنيتك ده اكيد محمد صلاح مين اللي هيحصل محمد صلاح شكرا كابتن طار شرفت ونورت شكرا جزيلا شكرا غدا بمشيات رحمن حلقة خاصة بمناسبة ليلة رسانة نعيد عليكم بكرة بإذن الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة